اشتركوا في القناة حيث سشد يوم أمس الجمعة متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي وذلك خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها وتتقدم القيادة العامة لقوات دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد البطل سائلة الله تعالى يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصدقين والأبرار وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون ويمن الله تعالى بالشفاء العجل على الجرحى والمصابين